نهاردة كمان منتخبنا الوطني هيعمل تدربته الاساسية المران الاساسي لمنتخبنا الوطني ان شاء الله استعادنا لمواجهة بلجيكا بكل اللاعبين بقى بصلاح ونني وان كانت فرص انني اشوف انها صعبة شوية في المشاركة على الاقل بشكل اساسي ممكن يكون تغييرها لكن طبعا اصابته ابتعاده عن الملاعب عدم مشاركته في الفترة الاخيرة مع الارسنال بتفرض على فيتوريا لانه يعني وجهة نظر ممكن رجل يكون لي قرار تاني وممكن اداء انني في الملعب او في التدريبة يكبر الرجل على انه يبدأ بيه لكن الحقيقة عندنا اولاق كتير جدا المهم نلعب ماتش كرة نلعب جيم كويس ما عندناش حاجة يعني نخسرها مباراة في النهاية مباراة والدية ما هياش على بطولة مع منتخب محترم جدا يعني يهمنا الامدش تحت المنتخب بصرف النظر تماما عن النتيجة تكون يعني مرضية بالنسبة لجمهور الكرة في مصر وتكون بداية ان شاء الله المرحلة جديدة مع مصر روي فيتوريا فكرة انك ترس وتلعب على البلوك وتخط الحداشر اللعيب ولا العشر اللعيبة في منطقة الجزاء ما احناش محتاجين مدير فني اجنبي ييجي يعملها احنا ممكن نعملها لوحدنا على فكرة فاندمنى ان شاء الله التوفيق لمنتخبنا الوطني في مباراة يوم الجمع اشتركوا في القناة